تحياتي معكم وائل يحية من أمريكا تشارت ونستخدم أدوات التحليل الفني الكلاسيكي لمراجعة وتحديث الرؤية قصيرة الأجل في سهم الأسيب بعد صفقة أو إجراء تمويلي بمقدار مليار دولار مليار دولار دي يعني واحد وتسعة أصفار يعني ألف مليون الرقم ده مرعب الرقم ده رقم مهول لما شركة بتحقق مبيعات أو بتحقق أرباح أو بتاخد قرد أو بتحصل على تمويل بمئة مليون بس بيبقى رقم كبير ورقم ضخم ورقم بيتعمل الحساب ويفرق في ميزانيات الشركة وأداءها ورؤيتها المستقبلية فما بالك بمليار دولار الرقم لو أعطيت الرقم حقه سوف تندهش ولكن ردت فعل المستثمرين سلبية فوق الخيال فوق خيالك هركز بس على فترة الخبر وما بعد الخبر الخبر جاء الخبر جاء في اليوم ده تلاحظ إيه؟ إن الإغلاق كان تقريبا 2 دولار 76 2 دولار 77 إغلاق اليوم اللي قبل الخبر افتتاح يوم الخبر كان 3 دولار 15 وطلع لحد 3 دولار 35 ولكن كل ما كسبوا في الجلسة دي ضيعوا في ختام الجلسة وقفل عند 92 تسعين اتنين واحد وتسعين اتنين تلاتة وتسعين تقريبا وإن شاءنا بدقة كل اللي كسبوا في الجلسة دي وفي الخبر ضيعوا وبالكامل على جلستين اتنين بس لأن الجلسة في اليوم التالي فتح بـ بـ 97 تقريبا وقفل ما كان ما بدأ ويمكن كمان أقل قليلا مما قفل في الجلسة اللي قبل الخبر عند 2 دولار 76 كارثة مهزلة ليه بقى؟ لأن دا معناه أن التأثير الخاص بالتمويل كان مدته وعمره جلستين فقط دا لأ جلستين ايه؟ دا إنشاءنا بدقة جلسة واحدة فقط ويا فرحة ما تمت تاني جلسة كانت تأثير ضاع الارتداد اللي حصل دا مش ارتداد الخبر دا ارتداد زبزب تسهم عاد ومش بس كده والفجوة السعرية الناتجة عن الخبر تعادلت بفجوة سعرية سلبية عكس الاتجاه الخاص بالأولى الأولى صائدة التانية هابطة وطبعا بعد منها نزول تماسك نزول نزول الخبر دا لو في شركة تانية دا خبر مؤكد يا ناس يعني مثلا مش إشاعة مش معلومة مش تسريب دا خبر مؤكد الخبر دا لو في شركة تانية أو أي كلام آخر ممكن كان يقلب الدنيا نهيك عن إن مش عايز أظلم السهم لكن ممكن جدا الخبر دا لو حصل في شركات أخرى في نفس القطاع ما يبقى دوش نفس التأثير القوي وارد مش عايز أظلم السهم لكن المؤكد إن التحليل الفني بيقول إن تأثير الخبر شبه معدوم سلبي ردت فعل المستثمرين نراها أمام أعيوننا على مدار آخر سبع تمان جلسات نعد مع بعض إنشائنا الدقة واحد نين تلات أربعة خمسة ستة سبع تمان جلسات على مدار تمان جلسات السهم بيهضط بشكل مستمر وبدلا مما كان فاتح على الخبر بثلاتة دولار خمستاشر قافل دلوقتي بثلاتة دولار ستين هذا هو أداء سهم حصل على إجراء تمويلي بقيمة واحد وتسعة أصفار معقول دي علامة خطر جدا شوف أنا عملا أرسم كم صفر كده مليون زود ثلاثة بقى عشان يبقوا ألف مليون يعني رقم جبار هتقول لي ما هو مش دلوقتي ما هو مش على طول ما ليش دعوة الرقم جبار طيب نتكلم في الجد كنا ننتقل لرسم بياني شهري آخر ثلاثة أربع شهور اللي يهمني الشهر ده وعلشان احنا نتكلم على رؤية طويلة الأجل فهرسم بالأحمر كان معداد الشهر ده أظن كان شهر يناير الشهر ده مهمة جدا بالنسبة لسهم الوسيد ليه لأن الحد الأدنى خلال أداء هذا الشهر يمثل دعما مهما قصير الأجل ومتوسط لأداء السهم خلاص انسى الخبر احنا بنتكلم تحليل فني صافي دلوقتي هذا الدعم عند مناطق اتنين دولار وخمسة وخمسين سنت يجب ألا ينكسر وفي شيء نوعا ما نوعا ما فنيا مبشر انه ما تكسرش بقاله ثلاثة أشهر وهو فيه ضغط بيعه الضغط البيعي الحاصل طوال ثلاثة أشهر فبراير ومارس والتلت الأول من أبريل ما زال هذا الدعم ناجح هتقول لي هو ما اختبروش لا اختبروا قبل كده مرة وبيختبروا الآن فنتمنى من سهم الوسيد أن يتمكن من الثبات فوق اثنين دولار خمسة وخمسين خلال جلسات شهر أبريل حتى يبقى فيه فرصة حتى نحن نتفائل والشيء المبشر نوعا ما أن أفناء الشهور السوداء أو الهابطة أحجام التداول تتناقص ده شيء كويس معنى أن الضغط البايعي الوقود فيه بيقل نتمنى ذلك وإن كان عندي تخوف من النتائج المالية وإعلان القوائم في مطلع شهر ماي يبقى سهم الوسيد على الإطار الزمني القصير مطالب بأي شكل من الأشكال يحافظ على أي دعم بقى كده كثير يعني يحافظ على دعم هتقول لي ما هو يعني الارتداد الأعلى ما يقوس منه لا ما فيش حاجة اسمها ما يقوس منه لو قدر سهم الوسيد إنه يحافظ على الدعم هيبقى عندنا أمل في تجاوز 3.5$ و3.74$ بس يخلف الظن بقى يعني إيه يخلف الظن هو متعود للأسف الشديد إنه يكسر الدعم آدي دعم أهو وللأسف الشديد بيقوم بكسر هذا الدعم عندنا دعم آخر أهو للأسف الشديد بيكسر هذا الدعم فإحنا عايزين العادة تختلف وعندنا دلوقت هو دعم مشابه نتمنى ألا ينكسر يبقى أنا كده ما فيش داعي أشتغل على الخبر يعني ما فيش داعي تقول إن انت طبعا بما إن لوسيد حصل على 1 بليون دولار تمويل يبقى الشركة دي لازم تنجح والشركة دي لازم تنتج والشركة دي لازم توسع والشركة دي لازم يعني تتمكن من مواجهة عقبات السوق بهذا المقدار من التمويل لا ممكن جدا ممكن أنا بقول ممكن ولا أتهم بقول ممكن اللي يحصل إن الإدارة لا تتمكن من توظيف المال بالشكل الأمثل وتخسر أو ما تنجحش أو تفشل فلا تراهم على المليار دولار واجعل رهانك على التحليل الفني التكنيكال أناليس فالتكنيكال أناليس دلوقت بيقول إن السهم سلبي على الإطار الزمني الطويل والمتوسط ويظل سلبيا ما دام في القناة السعرية الهابطة وأن ما يحدث الآن عند 2.55 هو تهديد أقرب منه للاختبار يعني أنا ما أقدرش أقول هو دلوقتي بيختبر 2.55 بحكم العادة وبحكم عادة تكسير الدغوم على الإطار الزمني الطويل في سهم الأوسيد أنا بقول دلوقتي إن سهم الأوسيد بيهدد 2.55 ويرب يخلف الزم ويرتد منه لأعلى لأن الإرتد الأعلى يرشحه بقى لتجاوز 3.5 3.75 عندنا كده ربع دولار هيبقى فيه أزمة تجاوزها لأعلى يجعل السهم ينعكس إنعكاسا طيبا لفوق إنما قبل ذلك تظل الرؤية سلبية على جميع الإطارات الزمني بغض النظر عن أي خبر إن كان وهو بنفسه جاله خبر ولا أعظم ولا أجمل ولا أروع والاستجابة كما رأينا وكما شرحنا إن عدم ثقة شبه كامل لدى المستثمرين طب فين هم المستثمرين اللي عمالين يبيعوا 8 أيام هو من بعد الخبر ديبقى التحليل الفني أصدق من الخبر التحليل الفني قالك إن السهم في قناة سعرية هابط وقالك وقلناها بدل مرة 10 لحد من ناس زهد إن السهم سلبي مدام تحت التلاتة ستين امتدادا إلى التلاتة خمسة وسبعين قلناها كثير قوي قلنا إن تجاوز تلك المناطق ضرورة لتحول السهم إلى الإيجابية ولن تكون هناك أي رؤية إيجابية إلا بإغلاقات إسبوعية فوق تلك المستويات ويا حبدة لو كان الإغلاق فوق منها يوم جمعة ومدام السهم تحت تلك المستويات فالرؤية تظل سلبية على جميع الإطارات الزمنية هنا بقى ممكن يجدلني المضارب الافتراضي يقول لي لا ده السهم نجح في إنه يرتد من هذا المستوى هنا أقول له لا 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 ده مسموش ارتداد هنا ده كان تكوين القاع نفسه كلمني عن الاختبار والارتداد بثقة في المرة التانية هنا يقول لي ماشي أنا على لسانه يعني ممكن يجدلني ويقول لي خلاص أنا هضارب هنا عند الـ 2.60 أو الـ 2.65 ومستهدفي يبقى 3.10 مثلا أو 3.20 بصمام أمام مثلا عند 2.40 والمستهدف كما ذكرنا 3.10 وتبقى دي رؤية المضاربية في السهم أقول له أوكي استحمل أول حاجة أنت كده كده بيئة ذات مخاطرة مرتفعة للغاية وبما أن هي مخاطرة مرتفعة للغاية فحدك الأقصى من الكاش الافتراضي 1% لو يجوز أقل يريد ده أضعف الإيمان أنك تحاول تسيطر على البيئة ذات المخاطرة المرتفعة اللي أنت مصمم تشتغل فيها هيرد عليه يقول لي يعني أنت عايزني لما السهم يرتد ده كله وبعد ما يطلع من 2.5 يروح ل3.5 ويكسب السهم قرابة 30% من قيمته أبدأ أفكر في أن سهم لوسيد بقى إيجابي بعد ما ضيع 30% مكسب أقول له اللي أنت بتقول عليه ضياع ده هو 8 انخفاض المخاطرة لأن بعد تجاوز تلك المستويات هيبقى الرؤية إما عرضية مبشرة تسمح بمباربة افتراضية آمنة أو اتجاه عن مصاعد ذات مخاطرة منخفضة وده 8 هو 30% اللي أنت في غير محلة القرار قرارك وإنت حر لكن يجب أن تعلم حجم المخاطرة اللي أنت مصمم عليها ثم تعمل حسبها بصمام أمان يدوي تحترمه وربنا معاك لكن أنا شخصيا أنظر لهذا السهم بعين السلمية ما دام تحت المستويات المذكورة حدها العلوي 3 دولار 74 سنة وهستغنى عن أي فرص مضاربية تأتي تحت هذا المستوى وأمتنع عن أي صفقات افتراضية تحت هذا المستوى إلى أن يجب جديد ممكن لقدر الله وده ما تمنهوش لكن أنا أبي دي لك مثال يعني إيه يجب جديد يعني مثلا ممكن يروح لمستويات أبعد كتير لتحت وحول الدولار مثلا يبدأ يكون قاع ثلاثي مثلا ساعتها الوضع هيتغير نمط عكاسي أننا برضو أستنى تلاتة اربعة وسبعين وما نحن بنحدثه كل 14 يوم ليه ليه إحنا حريصين أن كل أسبوعين يبقى فيه فيديو خاص مستقل مخصص لسهم الوسيد وكأننا بنتكلم على مثلا حاجة بنفس أهمية المؤشرات ليه لأن السهم مطلوب كتير وبتطلبه كتير ومهتمين بكتير نهيك على أنه وضعه حرج للغاية وفيه ناس كتير بتتألم بوجود الرؤية السلبية دي باستمرار فعلشان لا يزداد الأمر سوءا بلاش استعجال أي صفقات افتراضية للوقت حتى لو بتتعلم هتسبب لك خسائر نفسية أنت فيه غنى عنها استنى نشوف 2-55 هتعمل بمرور الوقت ممكن الحفاظ على 2-55 يخرجنا من القناة السعرية الهبط يعني مش بالضرورة يروح لمستويات أدنى يكون أنماط سعرية العكسية عندها مستويات أدنى وارد مع مرور الوقت والحفاظ على 2-55 يارب يقدر ممكن يكسر هذا الخط الهابط بشكل أفقي ويدخل بقى في احتمالية تحرك عرضي بدون وجود هذا الخط الخاص بالضغط البيعي طب علشان يعمل كده دي محتاج شهرين مثلا محتاج أبريل كله ومايو كله حتى يلتقي مع هذا الخط ويكسر أفقيا فكل الأمور تشير إلى عدم الاستعجال وكان الله في عم كان معاكم وائل يحيى خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفني بالتوفيق إن شاء الله